نظم مركز الطب الطب الطبعي والتأهلي وعلاج الرما تزمل القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولية مراسم تسليم أطراف تعوضية لعدد من ضحايا الألغام ومخلفات الحروب السابقة جاء ذلك برعاية القوات المسلحة في إطار برنامج التأهيل الجسدي والنفسي لمصاب الألغام من أبناء محافظة مطروحة تحت رعاية القوات المسلحة وبالتعاون مع وزارة التعاون الدولي نظمت مراسم تسليم الأطراف التعاوضية لعدد من ضحايا الألغام ومخلفات الحروب السابقة حيث نظم مركز الطب الطب الطبعي والتأهلي وعلاج الرما تزم للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي مراسم تسليم الأطراف الصناعية لعدد من مصاب الألغام ومخلفات الحروب السابقة من أبناء محافظة مطروحة وذلك في إطار برنامج التأهيل الجسدي والنفسي لضحايا الألغام وإعادة دمجهم داخل المجتمع جينا نياسي ما قصرتش معانا عملنا لجازات نظيفة على مستوى عالي الصراحة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو عمله مع المعقين ومع تضرير الألغام نفع علينا بالخير عدنا ثلاثة أيام أو أربعة أيام شفنا أن في نظام كبير متغير وشفنا الراحة النفسية لنا وشفنا كل الاستقبال الجيد بهذا المكان الجيد دون جهاز بات رفوق الربا يعني يكلف بيكلف تكريف كثير أعلم شيئا ده هم هم بيصنعها وتعديمها لي شاملت المراسم جولة تفقدية لعدد من الأقسام بمراكز الطب الطبيعي والتأهيلية وعلاج الروماتيزم وكذا مصنع الأطراف الصناعية داخل المركز والذي يضم خطوط إنتاج متطورة تضاهي كبرى الصروح الطبية العالمية المماثلة في الفترة الأخيرة فيه بعد مهم جدا وهو توجيه من فخامة الرئيس بالتركيز على الأطراف الصناعية وأنه يبقى فيه كيان ضخم قومي يقدر أنه يخدم مش بس أهالينا في مصر ولكن أيضا في الوطن العربي وأفريقيا هذه الخطوة بتؤكد حرص وزارة التعاون الدولي بتعاون مع القوات المسلحة على دعم أهلنا في مطروح وعلى حصولهم على حقوم الطبيعي في القدرة على المعيشة والقدرة على القيام بدورهم في الحياة بشكل طبيعي بعد الحوادث التي تعرضوا لها وإحنا كمجلس نواب وكلجنة علاقات خارجية بنتوجه لهم بخلص تقدير على الجهود التي تمت حضر مراسم التسليم عدد من قادة القوات المسلحة ومسؤول وزارة التعاون الدولية